اشتركوا في القناة في المجالات السياسية والدبلوماسية لتعزيز اواصل العلاقات الاخوية الوطيدة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين والبناء على ما تحقق من نمو وتطور في كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وتمني لمعالي دوام التوفيق والنجاح من جانب عرب معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن سعادته بهذا اللقاء الاخوي مشيدا بالعلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي أرسى قواعدها قادة البلدين عبر التاريخ مؤكدا حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات التي تسهم في نمو وتطور التعاون الثنائي وخدمة المصالح المتبادلة وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتميزة ومسار التعاون المشترك وما يشهده من نمو وازدهار في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك خدمة للمصالح المتبادلة إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك